اهلا بيجو النهاردة هنعمل سوا السند الموبايل بطرق بسيطة مش هطاول عليكو يلا نبتدي سوا اول حاجة الادوات اللي هنحتاجها هي عبارة عن قماش جوخ او اي قماش يكون عندك واسفنج وطبعا ابرة وخيط ومقص اول حاجة هعملها ان انا هاقص مربعين قد بعض او مستطيلين على حسب الشكل انت عايزي وبعد كده هقص اص اربع جوانب على شكل مستطيل حسب الحاجم برضو اللي انت محتاجين بعد كده هقص اربع مستطيلات قد بعض صغيرين زي ما انت شايفك كده في الصورة وبعدين هخيط الجوانب بتاعتهم بالابرة والخيط وبعد كده هجيب القطر وهقطع جزء كده في النص على قد الموبايل الخطوة اللي بعد كده هخيط برضو المربع الكبير اللي احنا اصناه في الاول مع الاربع جوانب المستطيلة اللي احنا عملناه وبعدين هبدأ افرق مكان للشكل الصغير اللي احنا عملناه اللي هيتحط فيه جراب الموبايل وابدأ اخيطه كمان مع جزء اللي انا عملته ده بعد كده بقى هجيب اي حشو عندي ممكن فيبر ممكن اسفنج اللي باقي من سلك الموعين مثلا بعد ما نغسله آآ نسيبه وينشف وين نبدأ نحشي به آآ قطن اللي موجود عندك هبدأ احشي الاطراف اللي حوالين الجزء بتاع الجراب اللي احنا عملناه بعد كده هجيب المربع الاخير وخيطه في الارضية اللي احنا عملناه احنا عاملين طبعا المستطيل او المربع اللي فوق زي اللي تحت فنخيطه نقفل به من الشكل اللي احنا عملناه ويبقى كده فاضل نحنا نزين بقى اللي بتاعنا ممكن نعمله على شكل آآ مثلا تعالى بقطة آآ بودابدوب اللي يعجبكو وكده بقى جاهز ويا رب بتكون الفكرة عجبتكو بسيطة وسهلة واشوفكو في فكرة جديدة تانية بس ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكو كل افكارنا الجديدة واشوفكو على خير في فكرة جديدة تانية باي باي